السلام عليكم كيف الحال محمد معكم ورجعنا لكم اليوم في حلقة جديدة من Ultimate Fishing Simulator هذا الجزء التالي من اللعبة واللعبة هي فعلياً راح تصدر بـ 22 أوغاست يعني بعد تقريباً يومين من اليوم إذا نزل الحلقة اليوم حصلنا على Early Access وحنجرب لكم إياها مع بعضنا ونشوف شو هالقصة أو شو هاللعبة ونشوف بعدين شو مخبيتنا وشوف فيها ميزات فعلياً كلعبة صيد محاكاة الصيد قبل ما نروح وقبل ما نبلش لا تنسوا الاشتراك في القناة في زر الجرس حتى يصدركم كل جديد أول بأول كمان لا تنسوا الابطلاء على قناة الثاني Gamergy Strategy لعن نلعب عليها كل الألعاب اللي شديدة الاستراتيجية اللي بتحبوها وغيرها من الألعاب الثانية خلينا نبلش مع بعضنا اللعبة ونشوف شو مخبيتنا من أدوات ومن Futures طبعاً متل ما شايفين اللعبة بصراحة فيها يعني أول الشي طبعاً متل ما حكينا لحنا هي من اسمة هي عبارة عن عبارة عن محاكاة صيد الأسماك أو عبارة عن لعبة محاكاة صيد الأسماك في عندك هون كما مثل شبه بحيرة أو شبه يعني منطق التجمع منيحة وفي عندنا نحني مناطق تانية في نروح نوقف فيها ونصيد هيك بداية كنا نحكي عن مناطق بس نجي نحكي عن الأدوات الأدوات والإكيوب منت موجودة حالياً في عندنا نحن خمسة ستس فينا نهض في كل ستس فينا نهض سنارة صيد معينة وكل سنارة أو كل أو كل ست ما فينا تستخدمه إلا يكون أنت محقق في كل شي تقريباً يعني لازم يكون أنت عندك الطعم الحبل، السنارة، البكرة، دول كل ياتهم لازم يكونوا أساسيين فإذا واحدة منهم مقصوقة، إذا واحدة منهم ناقصة فإنت فعلياً ما فينا كتمشي مثل أنهم مثلاً هذا الست فعلياً محتاجين على الأقل لطعم ومحتاجين للهوك أو محتاجين للشيء اسمه فهذا كمان يعني يعتبر مهم جداً إذا اعتبرنا أنه مثلاً هاي محتاجين لإلى يوز مثلاً ها؟ تشايفين؟ فينا نهض هيك، هلأ صح فينا نستخدم الست بدونه الست إز نط كو بليت، ها بيلك الست هذا تبعيتنا نسناه كو بليت، حتى نستخدمه لازم نروح نغيره ونضبطه لحتى نقدر نشو اسمه، لازم نهض طعم، الطعم أساسي هذا الطعم مثلاً، أه، هذه الريدي كان اسمك بأنه موجود هون، ففي أن الست الثاني وهذا موجود حانياً هو هذا يعتبر أكبر شوي أو على مستوى، أو شوي هذا لتلاتة كيلو بصيده فيه لثلاثة كيلو لانه هاي بثلاثة عفوا بيروح كمان لثلاثة فاصلة سبعة متر فهذا شوف هذا هو السيد تبعيتنا وهذا تشغال فعليا وفينا نحن نجربه وحواشيكم بعدين انا كيف او كيف حتقدر نزبط السيد وكيف حنشتري من السيد بس اول خلينا نجرب مع بعضنا الصيد الصيد فيه عندك استوباء للصيد متل مو شايفين هون على اليمين ازا بتلاحظوا بالزاوية اليمينية لتحت السفلية فيه عندك شي اسمه اللي هو الخيط هذا الشي فينا نحن نعمله نحدده عن طريق السكرول فينا نغير وفيه عندنا نحن كمان نغير دير اه الدراج لسرعة السحب وسرعة الشي اسمه يعني هذا بسمه السبيد تبع سرعة السحب بتسحبه وهيك من على الموي متل هيك يعني وفيه عندك سرعة القذف او سرعة السحب فوق الموي يعني بتسحب هيك لفوق الموي اللي هي هاي حركة فهاي فعليا هدولي جدا مهمين بموضوع الصيد ليش مهمين لانه هنه دول فعليا آآ بتأثر في يعني هدول انت في طريقة الصيد تبعيتك لو ما انت بتحركها شوي شوي او بتحركها على مهلة او بتحركها بسرعة كل السمكة او كل نوع سمك بيحتاج طريقة معينة بالصيد ازا ما قدرت تعرف شوي طريقة الصيد المعينة ما رح تقدر تصيد هاي النوع من السمك رح تضل على طول وعب تصيد ممكن اسماك صغيرة او اشياء تانية ما حتفيداك بشكل منيح بغض النظر هذا الشي بو كادو تحترفوه بعدين بجرد ما بلش وتلعبو مبدأ اللعبة ببساطة هو انك تزد السنارة وتستنى لحتى آآ متل ما شايفين لحتى حدا او لحتى سمكة صيدة فيه باللاعبة خدمة او كميزة كتير حلوة والي هي انك تشوف تحت الموي وهي الشي فينك تتفعله عن طريق اليو آآ متل ما شايفين فينك تشوف هيك بكل بساطة اذا في حدا او في سمكة حواليك ولا ما في سمكة حواليك اذا ما في سمكة حواليك فينك تغير المكان شوي مسلا او تحرك شوي آآ او فينك تصبر وتستنى شوي هي اصلا هي اللبة محتاجة لصبر وصبر كتير موضوع ما بصير بسهولة فانت محتاج انك تصبر وتصبر كتير بعدين والسمكة هي لحالة راح تجي وتعلق لحالة هلا حتشوفوا كمان كيف حتصيدة او كيف حتعلق لحالة بقلب السنارة بس مجرد ما علاقة السمكة بالسنارة لازم انت تعمل شغلة والي هي انك تسحب عملت السحبة الاولى بعدين هتبلش تاخد آآ هتبلش تسحبها شوي شوي خلينا نشوف مباردنا كيف لما انت بطصي سمكة شو لازم تعمل فعليا اها اول سمكة لاحظ كما شفتوا لقطتنا بس تركتنا ما قدرنا ناخدها هربت فهلا اذا نرجع نحاول نصيد سمكة تاني بصراحة هوهان الموضوع انه انت بدك تحاول تصيد السمكة الصح وتحافظ عليها انه هي فعليا اذا هربت كتير ما في ناك تلقطها انا عفرشيكم هلا بس من تحت المي بس هي فعليا انتو ما عاد تستمتعوا فيها او موحا بتستمتع فيها تصعب عليكم انتصيدوها بدون ما تكونوا يعني الا من هذا المنظور بس انا بدي شورجيكم فيه في السمكة حتيجي تصيد او تجي تاكل الطعم وتحاول تحافظ عليه او تحاول انت تصعبوا منها اه سمكة هون قريبة ركدة براحت هاي منطقة فيها شوية اسماك منيحة يعني على فكرة جيدة امانة طبعا اللعبة محتاجة لصبر كتير صبر يعني صبر كتير مو شوي ما نبيها السهولة ابدا هاي هون في سمك اه ممكن باي اللحظة تجي انت سمكة تمسكها ممكن ضل اه يعني ممكن ضل الوقت طويل لحتى تقدر تاخد او تلق السمكة واحدة هذا غير عن انه انت في عندك يعني كميات كتير حلا طبعا هم مثل المشافيين على فوق على اليسار لانه لازم تقضي سبع دقايه لازم اه لازم تاخد ثلاث فصائل مثلا مختلفة هاي كاها ما بسموها كتشالنج اولية وفي عندنا التشالنج المهمة اللي هي مو معتبرها مو معتبرها الاصعب بس هي فعليا فعليا شبه الاصعب اعتقد هي راحت بقى هاي هون طبعا تروح على الصخر لانه نسحبها اه بجرد ما راحت على الصخر فانه لازم تسحبها خلاص طبعا نلبي فيها درجة واقعية فضيعة بصراحة اه اهم شي هو اكتر شي واقعي فيها انه انه انت فينا هذا الخيط ممكن انطع الطعم ممكن يروح الهوك هذا كله ممكن يروح فانه لازم ترجع تشتري غيره اه لازم تصبر لازم تعرف تنقل المكان لازم تعرف نقس النار الصح للصيد الصح اه مابرزه في مناطق ثانيه امانه اولا بس انه بشكل عام هالا بالوقت الحالي هو هاي اللعب اللعب عم يجربه حاليا اه بس بغض النظر اعتقد مفترض انه يكون فيبالبحر او فيبين يكون مناطق ثانيه بس بغض النظر بصراحة يعني اللعبه فيه فيه ابداع فيه انجاز منيح اه متنو شايفين انه حكيتلكم انا انه فيه عنه ادوات وهالأدوات هي لازم تنشرها ففعليا الشري مبعب زور جيتكم نيام الشري فعليا هاي الشري هون الشري الشوب في تقريبا في كل شي في عندك من الأكسسوريز في عندك بالطعم في عندك بالكذا يعني هلا هاي مسلا الأكسسوريز في ناك تحط هون وتضيفها وتتركها يعني نحنا عنا ألف دولار في نشتريها بس بلوقت الحالي ما حنا نشتريها في عنا شغلات هون مسلا آآ لي هي هاي مسلا هون خلينا ناخد هاي مسلا آآ هاد آآ اتقل دعمو هون هاد اللاين هاد وشيكون شغلي بس كيف هاي هادو شوف شكله شكل الأسماق بس إنه مو سماك هادو فينك تصيد فين أسماك أكبر وفينك تستفيد فين آآ بس طبعا شوف قد تحقون حق الوحدة السبعمائة وخمسين دولار مانا سهلة فهي يعني المفترض انك بدا تكون عم تصيد فيها شغلة خطيرة بغض النظر نحن هلأ عم نحاول نجرب فما بدنا نكتير نحن نتعمق بهالموضوع هذا أو نروحه كتير ديب في عنا هاي مسلا الخمسة دولار راح حطها ادبتو كارت بايناو مبعرف لما فيني اشتريها في عنا هاي هاي مسلا اتنين دولار راح ضيفها على الكارت حاليا لحنا عنا قديش عنا عنا الف دولار المفروض وعنا راح عمل لبايناو تمام فينك تضيف او فينك تشتغل هاي الشغلات هاي كلها تلسه اضافية عن طريق انك اه المفروض einer مفروض المفروض olarak محاول desper paano ممتال هلا صافينا اول شي خديدنا اسح البحاة ما اكدنا ولا نسمو موكي هنجرب نعمل ست تاني هاي هاي نجرب نضبط على ست تاني 매주 خيل هوك الدولار ما اشتري نحوك اشتري نحوك اشتري نحوك اعتقد اشتري نحوك بورش الاتم من الكارت اعتقد انك ما فينا لانه 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 شوي اعطينا هاد الهوك فينا نحط خبز محلو فينا نحط هاد بساعد انه في عنا هوك بقلبو اردي فهذا شغال كهوك شغال كشو اسمه هنجربوه لما بعضنا ونشوف هدا هو ليكو ها بس هو فعليا هاد اعتقد والله اعلم انه ما بيبشر حالو هون نعتقد هو لشي اخبر بس افضل النظر راح نشوفوه هدا هو الهوك متل مو شايفين شايفين شلون بيفتل هيك بيغل هيك فهذا شكله لنوع من الاسماك الكبيرة او شي هنجربوه بعضنا راح ناكل الاحوال خلينا نشوف وتقيل بروح اغمى لمناطق اغمى شايفين لانه تقيل بروح لمناطق اغمى ممكن يوصل حتى للارض متل مو شايفين اغمى 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 حلو هاي سمكة يا السلام ها 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 هاي السمكة اللي صدناها طبعا شوفوا صغيرة السمكة مانا كبيرة بس بشكل عام اه جيدة يعني تقريبا هاي وزنة مثلا هاي الطولة مثلا نعبيلك 23 سنتي ووزنة تقريبا اقل من كيلو اقل من نص كيلو اقل من نص كيلو عشرين او ميتين يعني دك تقولو اية تقريبا وزنة فينا نبيعها بدولار او نخليها عنا ونكسبها كشو اسمو يعني نكسبها كاكس بيرياز فان هوني 2 اكس بيريز بيغطينا اذا بعناها هاي بيغطينا 1 اكس بيرياز هل احنا عملها لا اذا عملناها ليز افوان مو هيك فيها نبيعها بدولار هاي بطيناها ونشوف الانفنتري تبعيتنا نجرب نصيد مرة ثانية صيدة ثانية حلو هذا الطعم انه فعليا متل ما قلنا انه هو تقيل فهذا التقل تبعيته بخليه ينزل مناطق اغمة مناطق اغمة بدج تصيد فيها سمك اكبر او سمك احسن المهم انه ما يعلق بشي اهه ليك السمكة ليك وينه ليك وينه ليك وينه ليك وينه ليك وينه تعي 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 اه 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 نرجع المطالفه تعييي حلو يا السلام هاي نوع سمكة تاني من اسماك اكيد مو اسماك الزينة هاي وزنة تقريبا 22 0.22 كيلو جرام اقل من كمان وقية لنفس الشي تقريبا نفس الهي و 19 متر او طول تبعها 19 ساطي متر هنعمل له كمان هنروح ع منطقة ثانية ونجرب ونصيد بمكان ثاني حتى نشوف اذا قلنا ناخد نوع ثاني من الاسماك او لا طبعا مثل ما قلت لكم يعني صراحة نحنا حلق حاليا ما فينا نصيد اسماك تقيلة للسبب انه مثل ما قلنا هنروح نصيد هون ما فينا نصيد اسماك تقيلة لانه السنارة تبعيتنا ما كتير بتساعدنا بس فعليا فينا نجرب ما نخص رايشي هم 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 اشتركوا في القناة 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 السمك الكبير بيكون اعتقد بالمناطق الاعمق السمك الكبير بيكون اعتقد بالمناطق الاعمق جربت شغلة عملت انو غيرت هطيت هذا اللي قيلي بيتحمل وزن حطى الحديد منه هذا الطعم خلينا نجرب مع بعضنا ونرى الوزن هلا ايضا اكتبه على طبعا هلا هيك انتزل اله تحت اغمى انشوف اذا بتقدر تستقطب يعني سمك اكبر او اذا بقدر اسحبه بقدر اخذه او لا اتوقع هذا بس اتوقع لهون شوي مظن هو حركته هاي الطريقة ها شوفوا ها بطرق هذا الطعم يستقطع بسمك أكثر كأنه وبصند أنه يأخذ كمان بيسحب نوع سمك أكبر من هذا يعني بهذا الطعم نحن قدرنا نصيد سمك ثلاثة 1 كيلو 1.3 كيلو يعني تقدر 1.3 كيلو بهذا الطعم لا نستطيع نصيد لأنه على الوش هذا الطعم سطحي أكثر وإذا تذهب إلى مناطق يكون سطحي أكثر برافو عبا معنى ممتازة بس جيدة يعني وزها تقريبا نص كيلو أكثر من نص كيلو تقريبا 6 ميلي جرام لكم في شغلة حلوة لهون ورجيكم إياها اللي هي كانت شو كانت الفيش آي مدروا شو هيا يقول لك تيرن تو تيتش دي هايك بتصعيش تصورها إذا بدك تصورها وفي عندك هاي بتشوفها بهذا الطريقة السلام نفس الشي كان هاو فيها هاي شايف يعني مانا كبيرة كتير بس مانا سيئة بصراحة جيدة طبعا إذا نحن عملنا لها كيب ناخد سبعة إذا عملنا لها ريد ناخد أكثر يعني فأنا راح أعمل لها كيب أكيد ليش راح أعمل لها كيب لأنه فعليا أنا بدي نحابة بغير المكان خليني نجرب غير المكان بس راح مناطق ثانية بركي منجل من الصيد على الشغلات ثانية مبتعرف أسألنا هود دعا نشوف هود ممتاز هاد لنشوف يلا وين السمك تسألنا هود ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر